اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احبا انا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم اهلا بكم وحلقة جديدة من بردامكم الكرمة مباشر حقيقة موضوع حلقتنا النهاردة مهم جدا في غاية الاهمية بل هو موضوع الحياة كلها تقري حياتنا على الارض زي ما قال الكتاب ان هي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل والحياة دي اللي احنا هنعيشها على الارض لانها قصيرة جدا فتستحق ان حياتنا على الارض دي يكون ليها معنى يكون ليها بصمة في الارض اللي احنا عايشين فيها يقول الكتاب ان الله خلصنا ودعانا دعوة مقدسة ليس بمقتدأ عملنا بل بمقتدأ القصد والنعمة التي اعطيت لنا في المسيح يسوع منذ الازمنة الازلية الرب دعانا منذ الازمنة الازلية لدعوة مقدسة دعاك ودعاني لدعوة مقدسة علشان نتممها هنا على الارض الدعوة دي مش مرتبطة ابدا انا عملت كام شهادة على الارض اخدت كام دكتوراه عملت ارصدت حساباتي في البنوك قد ايه عملت كام بيزنس بقى عندي قد ايه ممتلكات خلفت عيال قد ايه وعلمتهم وربتهم وكبرتهم وبقوا حاجة كبيرة في المجتمع على الرغم ان كل الحاجات دي مهمة جدا والرب قال ان هذه كلها تزاد لكم النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا رب دعيك لدعوة وعنده كلام خاص جدا ليك عشان كده انا بطلب منكم انك تيجي وبطلب لكل حد قدام الشاشة انه يعود الوقت ده ويتابعنا موضوع الحلقة مهم ضيفت حلقتنا النهاردة اكتر من رائعة غنية جدا عن التعريف رب بيستخدمها في كل مكان في العالم الجميلة الرائعة اللي بتبارك جدا لما بس بتكلم معها التليفون وتشارك معها حتى لو في حاجة شخصية رب لازم يكلمني ويلمسني الرائعة جدا مقدمة برنامج من القلب للقلب المرأة الفضلة ومقدمة برنامج المرأة الفضلة لاخت ايفت البياضي اهلا بك ايفت اهلا بك يا منال كتير قوي الكلام ده كتير قوي قوي الكلام ده لا ده ليل جدا عليكي انا مبسوطة جدا اني اكون معيكي النهاردة ومبسوطة جدا باللي انت بتعمليه فخورة بيكي وفخورة بالرب اللي فيكي وازاي رب بيستخدمك بقوة مش بس في المكان اللي انت فيه ولا البلد اللي انت فيها لكن في كل مكان في العالم مرسي يا منالو انا بشكر ربنا عليكي انت انسانة مليانة بالروح القدس وبتعرض عندك روح تمييز وعندك روح حكمة واعلان غير عادي انا فرحانة قوي انكم معيكي النهاردة في الحلقة هقلم بكتير منه هو اله عظيم اختارنا ودعينا اكيد اختارنا ودعينا دعوة مقدسة صحيح النهاردة موضوع الدعوة ده موضوع مهم جدا زي ما انا ابتدأت الحلقة يمكن موضوع الحياة كلها تقليها يجي يوم نقف قدام الرب ونقول له انه دي الوزنة اللي انت ادت هاني وانا تجرت بيها وانجحت فيها يمكن حياتنا على الارض وكل الحاجات اللي بنعملها على الارض مهمة جدا وربنا بيحبنا قوي وعايز يباركنا قوي وعايز يفيد ببركاته علينا الروحية والزمنية لك الرب عنده خطة وهدف لكل واحد فينا خطة بيها يهد مملكة العدو الرب عنده حلم كبير لكل حد فينا وبينادي على كل حد فينا عشان يشارك الرب في حلمه وفي الهدف اللي هو عنده للارض يا ترى الدعوة دي يا إيفت لكل حد فينا وايه هي الدعوة؟ وهل كل واحد فينا مدعو ولا ناس معينة؟ السؤال ده سألته لنفسي كتير قوي أعتقد أن كلنا مخلوقين لقصد إلهي والله داعي الكل زي القاية اللي بتقول The all are called but few are chosen فالرب دعينا كلنا بس why few are chosen؟ ليه ناس قليلة هم المختارة لأنهم ربنا عارف أنهم هيستجيبوا وهيطيعوا وهيدفعوا التمن وهيعيشوا كما يحق للدعوة اللي مدعوين لها والله بيخلي كل واحد يعرف دعوته يعني من هو صغير يعني أنا بشوف من خبرتي مع الناس اللي ربنا اخترهم ومن الكتاب المؤدس بشوف حقيا أن الله لما خلقنا كتب لكل واحد فينا كتاب في الكتاب بيقول أنه إيه في سفر في سفر مكتوب لكل واحد فينا كلمة سفر دي معناها كتاب زي ما تكوني أنت حامل أو أنا حامل بيبقى لينا أحلام للطفل بتاعنا ومين مننا بيكتبوا إيه الحلم أنا نفسي يبقى عندي بنت والبنت ديها تطلع مثلا كذا والبنت ديها تعمل كذا وكذا وابتدأت أحلم وأتكلم بالحلم اللي عليها من وهي في بطني أو من يوم ما عارف أنها حامل الله عارف أنه إحنا هنتولد وعارف أنه إحنا هنتخلق فالله بيحلم ليكي وليه حلم لي والحلم ده بيكتب في سفر عنده في السماء هو مش بيحلم وخلاص لكن بيحتم وبيكتب لكل واحد سفر ساعات السفر ده بيعلن لي ساعات السفر ده بيعلن ليكي ساعات بيعلن في أرلي مرحلة في الحياة يعني من الواحد صغير يعني اللي حصل في حياتي مثلا أنا ماما كان عندها إيلي أخويا وقالت خلاص أنا مكتفية بيه وشبعنا بيه مش عايزة تاني عيال وبعدين ابتدى الرب بعد عشر سنين من مجيء إيلي حلمت حلم إنها هي حامل وحامل في بنت والرب قال لها البنت دي هتكون اسمها إيفت والبنت دي صوتها هيكون في كل العالم فماما ما كانتش عايزة عيال ما كانتش عايزة أطفال فلكن لما جالها الدعوة دي إنها تقبل الحامل ده فرحت وقالت له لو أنت سمتها أنا موافقة وابتدت ماما تكتشف إنها حامل وفي كل أيام الحامل كان بتحلم بيسوع وكان بيكلمها فماما كتعرفة الدعوة اللي على حياتي ولما كتعرفة الدعوة اللي حياتي في طريق تربيتها ليا كانت بتعلمني زي إن أنا أستقبل الدعوة وأفهم الدعم إنه أنا صغيرة وأنا صغيرة كنت بتكلم كتير قوي فكانت تقولي إيه أنت بتتكلمي كتير قوي أنت ربنا هيوصل صوتك للعالم عايزة تقفي قدام المراية تحطني قدام المراية وتقولي تكلمي وبصي في المراية وانت بصة في المراية شوفي ألوف الناس وهي بتسمعك وانت تقفي من وراي وتسلحني لا قولي كده لا بصي بالطريقة دي لا اعملي كده فالأم اللي شافت دعوة أو الأب اللي شاف دعوة ابنه أو بنته بيتعامل مع ابنه أو بنته وبيأهلهم للدعوة فدي دعوة الكاميرا أو دعوة الكلام في التلفزيون حصلت في حياتي وأنا سني كم سنة؟ أربعين سنة أربعين سنة لغاية ما دعوة التلفزيون دي اتحققت لما وقفت قدام الكاميرا ما حسيتش أن أنا غريبة وحسيت أنها صديقة هنبعد ليه؟ الكارما هنا مامة سامول قبل ما تحمل فيه وقبل ما تعرف أنها حامل جالها واحد تنبأ عليها وقال لها أنت في بطنك ولد والبلد ده هيكون مستخدم في العالم كله فهمت أنها هجيب ولد وفهمت أن الولد ده هيكون مستخدم في العالم كله وهي في تربيتها ليه؟ كان بتعمل إيه؟ أنتها تكون مستخدم في العالم كله كان بتتكلم عليه فالدعوة ممكن تظهر في حياة الطفل من قبل ما يتولد دي حاجة مهمة قوي يا إبات إنه كل أب و أم يخدوا بالهم قوي من الأمر ده لأن أوقات كتير ممكن أن يبقى بصين على عيالنا المميزين الشاطرين اللي عندهم تالنت لكن في أطفال تانية ما بيكونش عندهم كده لكن بتكون إمكانياتهم حتى وقدراتهم محدودة محتاجين إن إحنا نبص على أولادنا بنظرة مختلفة كلامك في الموضوع ده يعني مؤثر فيه جدا لإني شفتها بعناية كلنا عارفين نيك فوتشتش الشاب المخلوق من غير درعاته ومن غير رجلين هل نيك كان عجبه نفسه؟ هل كان مصدق إنه ممكن يكون له دعوة؟ هو اكتشف ومامته اكتشفت إنه هو عنده موهبة الموهبة بتاعته إنه هو بيعرف يتكلم فابتدت الأم تشجعه إنه هو يكون متكلم ابتدي يتكلم في المدرسة يعني ممكن الدعوة دي تكون بسوبر ناتشرل وي زي سامويل وزي اللي حصل معي وانا تفل صغيرة وممكن تكون الأم نفسها بتكتشف المواهب اللي ربنا حطتها وممكن زي بطرس يسوع كان ماشي وهو ماشي شافه بيستاد قال له تعالى فترك كل شيء وتبعه فالدعوة لها أشكال مختلفة وتوصلك إن أنت مدعوة وإنت فيك إيه بطرق مختلفة إيه دعوة ربنا ليكي يعني أنا إحنا معنا فيديو هنشوفه لدعوة غريبة شوية رب دع حد ما مش قادر يتكلم القصة دي كان قصة عجيبة جدا 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 وأنا حبكوا تتفرجوا عليها في الفيديو وتشوفوا الولد ده الولد ده معاق جسديا وكلام في الكلام ما بيتكلمش لكن عنده مواهب مواهب غير عادية مواهب شفا عنده مواهب كلام بنبوة يعني لو المشاهدين تفرجوا على الكليب ده هيتبركوا باركة عظيمة ومفيش حد فينا مش مدعو حتى لو أنت بتقولي أنا مين أنا ولا حاجة اللي ولا حاجة ده ده زيرو اللي أنا أول زيرو محطوطة جنب الوان اللي هو الوان اللي هو يسوع الواحد لو في كذا زيرو جنب الواحد هيبقى جيش عظيم وهيبقى الرقم عالي جدا من عشرة لمية لألف لعشر تلاف لمليون كله إيه واحده جنبي زيروز لأن دعوتنا دي مش مهتمدة علينا ولا على إمكانياتنا ولا حتى على أملنا لأنه حتى الكتاب قال أنه أنتوا دعيتهم دعوة مقدسة ليس بمقتدى أعمال أعمالنا مش اللي إحنا بنعمله هو ده اللي بيخلي الدعوة بتاعتنا حية حقيقية مؤسرة لكن اللي بيخلي دعوتنا حية وحقيقية مؤسرة هي أن أنا جنب الواحد أنا الزيرو ده جنب الإله القدير ده فأنا بروح من الإمكانيات الضعيفة الحقيرة الإليلة المحدودة لإمكانيات هذا العظيم الكبير اللي عنده كل الإمكانيات اللي يقدر بيها يستخدمي على فكرة حكاية الواحد والزيرو دي الأسيس إرهيشام عالمها لنا في الكنيسة وعلمنا أن كل واحد فينا زيرو وقمت الزيرو جنب الواحد عظيمة صحيح إحنا خلينا نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نشوف رامي من الأردن خلينا نتابع الفيديو ده ونرجع نكمل معاكم مع موضوع حلقتنا الدعوة ومواجهة التحديات ولا ناش طلعت ووقفت واتكلمت على أن الرب هيدي واحد عنده ديسابلتي ما بيتكلمش وما بيتحركش وده من الشرق الأوسط والرب بيقول أن هذا الشخص هيبعث له الرب صوت ليه هيفهمه وهيفهم بيقول إيه والشخص ده مدعو أنه يقف في الشوارع ويصيح ويتكلم بكلام الله والرب هيعلن أمور عجيبة ليه في الشرق الأوسط هذا هو رامي دي المعجزة من المعجزات التانية اللي حصلت رامي مش قادر يتكلم لكن الرب بعث له واحد بيتكلم فهمه وفهم الكلمات اللي إحنا ما نفهمهاش لكن هو الرب يداله وفهم ليها فهم بدعواته وبآياته عجائب الرب عملها دي معجزة دي معجزة غير عادية وهو كان مستني عشان يقول لي إيه اللي الرب عمله معاه وإن إزاي المعجزة دي يعني طلعت والخدمة بتاعته ابتدت لما سمع الكلمة النبوية ووقف في الشارع وابتدت الناس تتلمى حواليه وابتدى رامي يتكلم بكلمة الرب والناس تقبل يسوع والناس تتشفي وابتدى يتكلم بكلمات نبوة الرب يداله نبوة ربنا يكبر صوتك أكتر بإسم الرب يسوع أنت عامل زي هارون وموسى هذا هو موسى وهذا هو هارون كل ما كان لموسى ولهارون يكون لكم بإسم الرب يسوع دعوة الله بلا ندامة دعوة الله بلا ندامة بلا ندامة لكن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة بلا ندامة 11-29 رومي 11-29 لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة موسى إذا احنا مش كنا قدر الأماني أو أمنيين على دعوة الله لحياتنا وبيضل أمين للنهاية محبة أنا أهلا بكم معينا مرة تانية في الستوديو وموضوع حلقتنا الدعوة ومواجهة التحديات ومشارفنا ومعينا الأخت إيبات البياضي أهلا بك يا إيبات محبة أهلا بك يا حبيبتي حقيقي الفيديو ده يخلي كل واحد بيقول أنا مليش لازمة أنا ما عنديش الإمكانيات أنا مش عارف أتحرك أنا مش عارف ربنا عايز يعمل بي إيه أن يقوله فيديو ما تقدريش تقولي قدامه أي كلام رب استخدم الناس بلا إمكانيات الموضوع ده فكرني بموسى لما وقف قدام الرب قاله أنه عبدك ليس صاحب كلام من أمس ولا أول أمس حتى هو وقف قدامك لما أنت دعيته لكن الرب إداله اللي يتكلم عن لسانه إيبات أنت رب دعاكي دعوة مقدسة أنا عايزك يتكلمينينا النهاردة عن الدعوة اللي رب دعهالك وبعدين أنت كنت ده في مؤتمر أنا كنت في مؤتمر في الأوردن أنا كنت في كنيسة الأسيس دكران وآني دعايت أن أنا أخدم هناك وناس مباركين جدا جدا خدمة حلوة قوي حي ربنا يباريكم إحنا عايزين نشوفك شوية هنا في الكنيس والمؤتمرات بتاعتنا عايزين الكنيس تدعي إيبات يا جماعة إيبات عندها كلمة وربي بيستخدمها بكل قوة وسلطان يعني أنا أتمنى أوي يا إيبات نشوفك الأيام الجاية خدمة الكلمة وفي الكنيس وتوعظي وتتكلمي بكلمة الرب بإسم يسوع مش بس في العالم برا لكن في كل الكنيسنا المحيطة بينا هنا في أمريكا كمان أمين أمين نشهد عن عمل أنا عافية أنت بتروحي لمؤتمرات دولية وربي بيدعيك يتكلمي لمؤتمرات بالإنجليش يعني بر أمريكا وجوه أمريكا مع أمريكان أنا بصالي أن الأيام الجاية ربي يستخدمك هنا وسطينا وسط الكنيس العربية ربي مديكي كلمة وربي عايزي يستخدمك بيها أمين أنا مفتوحة لكل مكان الرب يشاور عليه ويقول روحي نشهد بمعجزات وآيات وعجائب الرب نشهد بكل اللي الرب بيعمله حول العالم الرب موجود والنهاردة فيه أمل حتى لو الدعوة صعبة حتى لو الدعوة صعبة لكن هو بيوضم بيعمل أمور غير عادية خلينا أحكيلي عن الدعوة اللي الرب بدهالك يعني القصة دي كل ما فتكير على الغاية دلوقتي بيقوله إزاي يا رب حصلت إحنا روحنا لأردن أول ما حصل الحرب في سوريا ولما روحنا لأردن دخلنا مع اللاجئين وروحنا في الكامبات بتاعت اللاجئين واخدنا صور وتكلمنا مع ناس وشوفنا الأطفال شوفنا الستات المعزبة وأخدنا الصور وقصص وحكايات وتقابلنا مع شخصية كبيرة في البلد هناك في الأردن ولما تقابلنا معاهم قالوا هل تقدروا تساعدونا؟ ديكوا شايفين ملايين الناس كان أكتر من مليون واحد سوري داخل على البلد وهم لسه مفيش إمكانيات مفيش أكل مفيش شرب مفيش بطاطين والشتة داخل هنعمل إيه؟ تقدر يساعدين تبعثلنا بطاطين؟ قلت أمين لو أنتم محتاجين بطاطين أرجع واشوف إيه اللي ممكن نتعامل ونبعث لكم بطاطين وجاكتات للأطفال وحاجات للشتة القارس اللي جاي ففجأت بعد ما رجعت مفيش كام يوم جالي إيميل من الشخص ده مسؤول كبير في الدولة وقال لي أنا اتفقت مع الأردنية التيران الأردني أنه هياخد منك أربعين ألف باوند أوف جودز يعني بطاطين 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 حاجات للشتة بس ده بعد واحد وعشرين يوم أنا عملت معاهم العقد ده وبالعافية لا يمكن أن نقدر نرجع فيه فأرجوكي بعد واحد وعشرين يوم يكون متوضب لنا أربعين ألف باوند أنا قريت الإيميل والحقيقة ما بقيتش عارفة فكر ولا عارفة أعمل أي حاجة إزاي في واحد وعشرين يوم أقدر أجيبها أقدر أجيبها ما بقيتش عارفة إزاي فإيه كنا مأجرين مكان في بلدنج عالي كده جنب المطار فقلت أنا مش قدر أفكر أنا هنزل أخد لانش في سابوي فهو أنا ماشي أعمل أكلم ربنا بصوت عالي بكلمه بالعربي يا ربه وأنا هعمل إيه في الموضوع ده يا ربه هو دي تتحل إزاي يا رب أنا مقدرش عليها هجيب أربعين ألف باوند إزاي ده حاجة غير معقولة ماشي ورايا واحد فالواحد ده فيم أن أنا بصلي أو بكلم ربنا فبيقول لي أنت شكلك كده بتصلي على حاجة في حاجة تعباكي قوي أقدر أساعدك بحاجة فحكيت له الحكاية قلت له إحنا رحنا لأردن وكان فيه شفنا اللاجئين وشفنا الاحتياجات وشخص كبير في الدولة طلب مني كذا 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 وأنا مش عارف أعمل إيه قال لي أنت فأنهو عمرة قلت له أنا في العمرة دي في الدور السابع قال لي ممكن ناجي أشوف الصور دي جاء بعد مكالنا أخذ الصور على يو اس بي وراح تلع في الشركة بتاعته وحاطت الصور دي كلها وعمل يتفرج عليها عشان يقول لأصحابه ابعتولنا بطاطين وهو قاعد بيتفرج مرت مين صاحبة الشركة مرات صاحبة الشركة فبتقول له إيه صور الأطفال والستات دول اللي أنت بتتفرج عليهم فحكي لها الحكاية أن فيه واحدة في الدور السابع حصل كذا وكذا وقالولها في 21 يوم تجيب 40 ألف باوند بطاطين وحاجات للشتا قالت له بعتلي الكلام ده بإيميل راح بعت لها بإيميل وبعديها بفترة ما فيش يومين راح تبعتت له تاني قالت له إحنا قررنا أن إحنا هنبعت عشر تلاف بطنية الشركة بتاعتنا هتدفع هتتبرع بعشر تلاف بطنية عشر تلاف بطنية أنا أفرحت قوي جاء لي فيه عشر تلاف بطنية عشر تلاف بطنية دول يمكن حوالي عشرين ألف قلت جد يعني النص نص أنت يا رب عملت معجزة كبيرة وبقت فرح أنا قوي وبعت له يا رب بس ده اللي هيجبولي كمان أسبوع العشر تلاف بطنية هحطهم فين يا رب أنا بيتي صغير وجراشي صغير هحط عشر تلاف بطنية دول فين هعمل إيه رب في الموضوع ده بس اتلاقي التليفون بييجي الراجل ده بتده يتكلم مع ناس كتير التليفون جي فمن ويرهاوس وقالوا لي اسم الويرهاوس قالوا لي احنا هنا وعندنا 570 بطنية عايزين نتبرع بيها بس ممكن حد يجي أخذها من الويرهاوس قلت ويرهاوس قال آه قلت له انت عندك ويرهاوس قال لي آه قلت له ممكن تشلي عشر تلاف بطنية قال لي طب أوكي أنا حب أتقبل معاك وأعرف إلي بيحصل فروحت فعلا وتقبلت معايا وفتح لي سيكشن بحاله للعشر تلاف بطنية والخمسمائة وسبعين لغاية ما التركي يجي وقال لي أي ناس تاني هتتبرع بأي حاجة تاني السيكشن ده في الويرهاوس بتاعك لغاية ما ياخدوا الحاجة شوفي إزاي الرب بتو بروفايد مين يقول الناس بتادت تسمع بقت الناس تفتح من أول لوس أنجلوس لغاية ساندي يجو الناس تفتح الجراشات بتاعها وتقول لي كل الجران في الشارع كل طبعا كان بيسمع عن موضوع ده في التلفزيون فالناس كانت فاميلير بالموضوع كل الناس بقت تروح عند اللي فتح الجراش بتاعه وتتبرع ببطاطين وتتبرع بجاكتات ويقفلوا معاهم السنديق وكل الجراشات بقت إيه سنديق سنديق طب يا رب إحنا دلوقتي هنعمل إيه فيكتور جوزي كان مسافر كان في خدمة بره البلد طب يا رب إحنا هنعمل إيه إحنا لازم نجمع السنديق دي أنا وجاكي أنا وجاكي هنعمل إيه هنجمعهم من سنديق وزي لغاية ما نوديهم الوير هاوس في لوس أنجلوس قلت لها أنا وجاكي اتفقنا كل واحدة فينا هتأجر يوهول روحنا سوقنا اليوهول وبقنا من حتة لحتة ومن جراش مفتوح لجراش مفتوح نروح والناس تساعدنا تملى اليوهول وإيه وتملىه وإحنا نكمل ونروح للستيشن التانية ونروح للستيشن التانية بقيت أنا وهي نروح نلم الباكسات ده هي أنت عارفة أنا أنا أصغل نانا قوي حجمي صغير قوي حجمي 411 يا جماعة مش باينا بس كبيرة على الشاشة كده لكن أنا صغيرة قوي ما كملتش خمسة يا منال دي رجليها مش طايلة الفرامل وبقيت أقوله يا رب بس رجليها تدوس على الفرامل أنت اللي تحفظ علي رجليها هتطول إزاي الفرامل بتركك كبير ده وكأن ملاك الرب هو اللي كان بيسوق ووصلنا أنا وجاكلين بالسلامة ودخلنا الحاجات في الويرهاوس والحاجة وصلت للناس وكان استخدام غير عادي جاكلين بنتي فكان أمر يعني إيه يا رب اللي أنت بتعمله تستخدم ناس يعني مصريين ناس في البلد ناس قصيرين ناس ما تعرفش الجمعة زي بطاطين لكن كل ربنا بيدور علي حد يقول أوك يا رب أنا أمويلين لو أنت قلت أنت اللي هتساعد وأنت اللي هتفتح أبواب السماء إزاي إزاي تأكدت إن الدعوة دي من الرب إزاي تأكدت ده سؤال حلو جدا أي حد عايز يتأكد إن الدعوة دي من الرب ولا لا أولا اختبر نفسك إيه تدافع إن أنت عايز تعمل كده هل أنت عايز تعمل كده علشان أنت حابب إنها تتعرف كلام ده حصل في 2012 نهار ده الأول مرة بيتقال على الشاشة الله هل أنت عايز تساعد الناس فعلا وقلبك زي النار بعد اللي شفته الحاجة التانية إن ناس مشهرين حواليك يكونوا بيصلوا متشفعين لميت كل الناس بتعود تصلة صاعتها تقولهم يا جماعة الوعد ع كذا كذا نعمل إزاي الناس بقت بتصلي وأنا قلت حاجة يا منار ربنا قالها لي إن لو فكرت إن أنت هتمشي وحدك مش هتعرفي تخطي خطوتين لكن أنا عايز أبني آرمي الرب عايز بيدور على ناس يقفوا في الصغرى ويبقوا جيش الرب ويتلاقيهم ربنا بيجمعهم معاك الناس لنفس القلب الناس لنفس الحب الناس اللي معندهمش أغراض بتاعتي أنا النهار ده وبس بابني ملكوتي بابني الكمباني بتاعتي بابني الكواير بتاعي بابني الدينومينيشن بتاعتي أنا بابني ملكوت الرب يسود فيها فربنا قال لي من الأول أنا معين لك تلاتة انترسيسورز وأنا بديهم كلمات نبوة وكلمات إعلان عشان يكونوا أنت تكون يخض عليهم وتكون يخض عليهم من خلالهم أنت وبيتك وجوزك وخدمتك وكل ملكي يعني رب لما بيدي الدعوة هو مسؤول عن الإمكانيات اللي هتسدد احتياجات الدعوة دي ويكون هو اللي بيتكفل بيها مش بس كده كمان بيبعث الناس اللي ييجوا ويدخلوا ويدخلوا معاكي تحت الرؤية دي وتحت الدعوة دي ويتحركوا معاكي كجيش للرب فالربي بيبقى مسؤول على أنه لو أنا خدت دعوة النهاردة من الرب ومتأكد منها تماما واختبرتها في محضر رب وبالروح القدس أنت متأكد أن دي هي دعوتك لازم تقعد قدام الرب وتطلب كل الإمكانيات أنه هو يدهي لك علشان تقدر تنفذ الدعوة اللي هو حطها عليك ده وراح ده كان أول كونتينر ده كان إحنا بدينا كونتينرز من كونتينرز بتاعة الكراسي المتحركة ده كان تالت كونتينر النهاردة إحنا اللي جاي ده نمرأ 21 هيروح فين هيروح لكل الناس اللي عايشة في المخيمات في العراق نورزن إراك عند الأكراد أنا عارفة أنه ممكن ناس كتير بتبعت وتشتمنى وبتقول كلام وحش قوي إزاي تساعدوا الأكراد والأكراد دول إحنا عشرناهم شفناهم قد إيه ناس متعلمين مثقفين متواضعين خادمين لولا الأكراد في المنطقة ما كانش أيسس طلع حربوهم بإمكانيات ضعيفة جدا وهم اللي فتحين الباب لناس زينا والناس غيرنا إن هم يروحوا ويساعدوا الناس اللي موجودة في الأماكن دي الناس دي حالتها صعبة قوي الناس دي ضحايا داعش بنات منهم كتير البنات دول كانوا في قدين داعش وتلعوا بعد ستة شهر سنة سنتين وفيه لسه ناس في قديهم لغاية دلوقتي الناس دي في احتياج شديد جدا والبرد القارس بينزل عليهم ويعملوا إيه فيه ناس بتموت أطفال بتموت وناس كبار بتموت فربنا ادينا الإكرام إن احنا نقدر نبعث الكونتينرز وناس كتير من مشاهدنا بيبعثوا لنا هدوم وبيبعثوا كراسي متحركة وبيبعثوا واكرز وفيه ناس كتير قلبها الرب مسخرة وأنا يعني بشكر الرب على على الناس اللي قلبها بيتحرك وعلى دعوة الله اللي بتتسمع من الناس دعوة الله أنا عرفت لما أنت روحتي سوريا واحنا بجيب بصيرة سوريا احنا قلوبنا يعني بتصلي قلوبنا ملتهبة معاكم قلوبنا قدامي رب بنصلي اللهم متحكم في كل الأمور وبنصق لحماية من دمه ولحماية لشعبه في سوريا ولحماية للأرض دي كل صلوات ترفعت من أجل الأرض دي مش هتروح أبدا يفت ينفع نرفع صلاة بسرعة لسوريا واللي بيحصل فيها الوقت ده وبعد كده نشوف الفيديوهات اللي الرب استخدمك فيها هناك في سوريا الوقت اللي فات أمين تفضلي يا رب أنا بشكرك لشعب واقف في الصغرى يا رب أنا بشكرك لشعب مسابر وشعب مش عايز يسيب أرضه علشان المسيحية ابتدت هناك يا رب أنا بشكرك لأن في دم بيصرخ من دم القدسين في الأرض دي وبيقول عدل ورحمة يا رب بطلب منك النهاردة أنك تيجي بعدلك وبرحمتك وتدافع عنهم وتقف معاهم بشكرك يا رب أنك بتحرك قلوب كتير تتحرك ليهم يا رب من حول العالم ابعت الناس اللي يتكلموا في المجال السياسي ليهم والمصلحتهم الناس اللي بيتكلموا برحمة وعطاء تبعت لهم أكلهم وشربوهم اللي ليهم أيام مش قادرين يأكلوا ولا يشربوا يا رب ابعت ناس تتكلم ليهم كلام يديهم أمل ورجاء كلمتك يا رب بشكرك على قناة القرمة اللي بتوصل لسوريا يا رب بشكرك على قناة القرمة اللي بتوصل لسوريا يا رب بشكرك يا رب على الراديو المسيحي اللي بيوصل لسوريا يا رب بشكرك على التلفزيونات يا رب والأبس اللي عليها كلمات أمل ورجاء من كلمتك اللي بتوصل لهم يا رب يا رب وصل كلمة منك ليهم لتحييهم وتديهم رجاء وأمل باسم الرب يسوع أمين 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 عايز أحكيلك الشعب ده مزابر إزاي أنا رحت وعملت انترفيو مع ولد عمره 11 سنة في سوريا ومامته وبابا الولد ده كان عنده أخ توقم الأخ التوقم مات في سكول بومنج يعني دربوا المدرسة فالسكول كلها تحطمت وأطفال ماتت أخوه منهم وهو الولد تعور في رجله وكان ماشي بيعرج فبقول له حبيبي انت ما تفكرش تهاجر تروح أي بلد كلاجئ انت حالتك بتشهد على اللي حصل لك فأي بلد هتقبالك رح بسلي كده يا منال ويقول لي إيه يعني انت بتكلمي إزاي انت مش مساحية انت قريتي الإنجيل انت قريتي في أعمال الرسل إن المساحيين لأول مرة دعي مساحيين كان في أنطقيا هي أنطقيا دي فين انت بتعرفي جغرافيا أنطقيا دي هنا في سوريا في الشمال أنا عايش هنا وهموت هنا ودم أخوي بيشهد على اللي حصل ولو أنا موت دمي هيشهد عن المسيح والمساحية اللي ابتدت في هذه البلد ايه ده قلت يا رب يسوح واحد عمره 11 سنة انت أعلنت له الكلام ده لا وقال لي كلمة تانية خطيرة جدا قال لي انت قادرة تفهمي إن لو المساحيين تركوا الشرق الأوسط ده هيبقى كرسي الشيطان آيوة شاقت إن الولد اللي عمره 11 سنة عنده الإعلان ده قلت له أشكرك يا رب ليك شهود في الأرض وبتعمل لما روحت في الوقت ده كان لسه وقت حرب وضرب وقصف ما كانش بالشدة دي قوي يعني بس كان لسه موجود فكنا رايحين الكنيسة فماشرين تحت القصف فأنا عمله بقول لي مايساق صاحبتي ولينا بقول لهم وإحنا رايحين الكنيسة وفي حد هيروح في الضرب ده وأنا طبعا بني وبنيك كنت بترعش هايفة أمري ما سمعت شو الضرب ولا كلام زي كده قنابل بتفرقع فقالتلي هتروحي وهتشوفي رحت لقيت الكنيسة ماليانة وعملين يسبحوا ويصلوا وفرحنين بالرب فبسألهم بقول لهم يعني ادوني سبب الفق يعني أنتم ماليين الكنيسة مش خايفين تيجوا يعني لو حصل حاجة تبقوا في بيوتكم فرحة قالولي إيه أسحنا لو موتنا في بيوتنا هيقولوا إيه فيكم بلا فرقات في الحي الفلاني ومات كذا سوري لكن لو إحنا موتنا في الكنيسة هنموت ودمنا هيشهد وهتقول الأخبار إن فيه في سوريا مسيحيين ماتوا هما بيعبودوا الرب وعندما رحت الكنيسة في وقت الحرب لابسين آخر شياكة وحطين ميكوب وقولهم أنتم لابسين بالشياكة دي وحطين ميكوب دي تزاي يعني قالوا عشان لو حصل إن إحنا موتنا وروحنا السماء نروح شيك وشكلنا حلو فيه كلب جميل قوي عامهم عايزين نطلع ونشوف الفيديو ده فعلا مع أطفال في سوريا خلينا نطلع نشوف فيديو وزيارة إيفت لسوريا وإزاي رب استخدمها هناك مع الأطفال هي الكنيس وفي الكنيس في الكنيس تعال أطفال ده في سوريا خليكم معينا وتابعونا نطلع للفيديو ونرجع مرة تانية مع حضراتكم ترجمة نانسي قطع طلب قطار وربنا استجاب مين كمان؟ طلب سيارة على الدكسيون عطالي الدكسيون حلو حلو طلب قطار وعطاني قطار على السكة طلبة باربي أعم ربلي جبلي باربي بوسط الحرب كنت أحاول أحكي لهم عن اختباري وقت كنت صغيرة كنت أطلب لعبة من يسوع وكان يسوع يستجب لي وفعلا طلبنا من يسوع مع بعض مسكنا أيدين بعض وكل واحد طلب من يسوع لعب وفعلا استجاب للأطفال وبعت لهم لعب كان فرح بالنسبة لنا وحسنا حالنا نحن الاتنين بانتقاء الألعاب كان كتير شي مميز وحلو بفرحة والسلام أنا وتامي مع بعض وكنا مبسوطين كأن اللعبة عم تجي لألنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كل يوم ما نقدرش ناخدك ودي مسؤولية كبيرة قلتهم يا جماعة الرب قال كده فقالوا لي طب لو ربنا قال كده يبقى هو ربنا هيحمينا وهيحمينا كلنا وهم كمان كانوا خايفين على نفسهم لكن بقول له رب أنت عايز توديني ليه فالرب اتكلم بوضوح وزي ما كنت بقولك أن الرب أقام تلاتة من المشيرين لنا اللي عندهم وردو في برافيسي وعندهم كلمات نبوية فأنا بتأكد من ربنا بيدهوني لازم أخد تأكيد من المشيرين وناس تصلي معي فالرب قال لي أطفال يومي كل الأطفال فيومي كل الأطفال أوكي يا رب أعمل لهم إيه تجيب لهم لعب وتعمل لهم كلاونز ويتفرجوا على كلاونز اللي هو بإيه بالعرب اللي هو كلاونز معروفة المهم البلياتشو البلياتشو فكلمت الكنيسة هناك قالوا لي يا إيفات الأطفال دي محتاجة جاكتات ومحتاجة لبس إنتي لو شفت حالتهم هتإصعبوا عليكي فالرب راح أقال ويتجب لهم كمان جاكتات وبتدينا نقول لهم روحوا واشتروا وعملوا وبعتنا الفلوس وربنا بعت الفلوس بمعجزة الفلوس ما بتبقاش معوجودة أصلا الرب بيبعت الفلوس في وقت اللي حسياج ويكلم ده ويكلم ده ويقول لي سألي ده ممكن تكلمي ده قل له الرب قال كذا كذا ممكن تساعد والمبلغ تلام وروحت سوريا ولقيتهم هناك اشتروا 250 لعبة 250 لعبة دول فيه للأولاد وفيه للبنات فرحوا هم قسموهم حسب الموجودين بتوع الولاد للولاد وبتوع البنات للبنات وكتبوا الأسماء راندم لي كده بإيه حسب الليستة الموجودة عندهم المعجزة زي ما انتو شفتوها انا حب عيد الكليب ده تاني لانه وراه قصة عظيمة الساندي سكول تيتشر مدرس 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 الأحد جات وقالتلي ايتي مش عارفة اللي حصل انا كنت بدرس الولاد وبقول لهم عايزين نختبر الإيماننا في يسوع انتو عايزين ايه من يسوع فكلهم قالوا لها عايزين لعب الاطفال الصغيرة اتولدت بعد الحرب ما شافوش لعب والكبار شافوا اللعب بتاعتهم بتتحطم قدامهم فقالت لهم انا وانا صغيرة كنت مش عندي لعبة معينة وبابا ما كانش قادر يشتريها لي لكن طلبتها من يسوع ويسوع جابها لي فانتو كل واحد فيكم يطلب لعبة ويطلبوا من الرب ايه هي بالزبط الولاد دي طلبت اتوزع عليهم اللعب وانا ابتدت اشوف العيال دي وهم فرحانين جدا فحكيت لي ازاي الرب قبر ايمانهم ان دا لهم اللعبة اللي كتبوها سألوا الرب عليها وكتبوها اوه واو يا ايبات دا اختبار عظيم اختبار عظيم يقوي الايمان انا اتمنى ان الكليب دا يتعاد مرة تانية وبعد كده طلعنا على لبنان طلعنا على لبنان شفنا بقى برضو في نفس الكليب الولاد الناس الولاد وزوجات الناس اللي هم المتطرفين كان البوردرز مفتوحة بين لبنان وسرية فكانوا بيروحوا رايحين جايين عليهم البوردرز اتقفلت يعني ما قدروش يرجعوا تاني مين واخد باله من الاطفال دي مين واخد باله من الستات دي الكنيس هي اللي بتوكلهم وهي اللي بتشربهم وهي اللي بتعلمهم عن يسوع هتشوفوا في الصور البنات لسه محجبة هنعيدوا تاني هنعيدوا تاني شوف البنات لسه محجبة لكن بتقول يسوع 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 الكنيس هناك بتعمل عمل عظيم في تقديم يسوع وتقديم الكلمة وتقديم انت ما ينفعش تروح تقوله واحد يختبر ربنا وتقوله كلام حلو وهو جعان انت هتوكله هتلبسه وبعدين هتقوله هي اسألك هو طبيعي ليه بتعمل معايا كده هتقوله عن يسوع خلينا نشوفوا تاني شوفوا تاني طلب القطار انا اعطاني قطار رائع طلب قطار وربنا استجاب من كمان طلب السيارة على الدكسيون اعطاني الدكسيون حلو حلو طلب القطار وعطاني قطار السكر طلبت باربي ايه اعم ربلي جبلي باربي بوسط الحرب كنت عحاول احكي لهم عن اختباري وقت كنت صغيرة كنت اطلب لعبي من يسوع وكان يسوع يستجبلي وفعلا طلبنا من يسوع مع بعض مسكنا ايدين بعض وكل واحد طلب من يسوع لعبي وفعلا استجاب للاطفال وبعط لهم لعب كان فرح بالنسبة لنا وحسنا حالنا نحن الاثنين بانتقاء الالعاب كان كتير شي مميز وحلو بفرحة وسلام انا وتامي مع بعض وكنا مبسوطين كأن اللعبة عم تجي لقلنا نحن باقيين نحن متجذرين واضح انكم باقيين رغم كل الدمار انتو باقيين واهل حمص حترجع واهل دمشف حترجع وريف دمشف حترجع وسوريا حترجع قائمة من الاموات كما قام المسيح ساعات الأولى دخواني للحارة كانت الأثار الدمار موجود بالأرض بشكل لا يصف وأقمنا أول قداس على الدمار موجود بالأرض فيه لأحظيم انه بالخراب ومع الخراب ومع أثار الحري والسواد فيه نور فيه حياة فيه ابتسابي المسيحين لا يزال موجودين في سوريا لا يزالوا ويتعالوا وراءوا الأجيال اللي نعم نشتغل فيها نحن وكنائس تاني سوريا ما زالت مليئة بالمسيحيين شكرا للعلم ومعشو بس اللهم ومس رجال عن من جوان جامعة شكرا للمشف حترجع فسر قد يستخدم سوريا لتسريع المسيحين الأكثر سوريا المسيحين هنا قسل المسيح في سوريا الأورسوزوس الكاتوليك البروستان بننفع اسم يسوع 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 الفيديو التاني ده كان أثناء زيارتك لكنيس سوريا بالزبط وزي الرب هناك كان بيوحد كل الكنيس مع بعض كل الطوايف مع بعض أنهم يبقوا إيد واحدة زي رب استخدمك هنا جائفات الحقيقة أنا روحت أنا اللي استفدت وأنا اللي تعلمت وأنا لإيماني كبر أنا روحت كنت فاكرة أن أنا هساعد لكن روحت أنا اللي تساعدت أنا اللي إيماني كبر شفت إيمان حقيقي على الأرض في قصة قالتلي أولا الأسوس كلهم بيتجمعوا مع بعض من كل الطوايف بيأخذوا بريكفس مع بعض الغايد دلوقتي يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض ويشكروا ربنا على اللي عملوا معاهم مع بعض واحد كاهن أرثوزوكسي قد إيه جميل ومتواضع قال لي كان الضرب في حلب بيبقى متواصل متواصل وبنعود في الخنادق مدة طويلة 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 وساعات يومين وثلاثة يبقى كل اللي معانا النينة هما يقولوا النينة مية إزازة مية صغيرة كل واحد فينا خايف يشرب منها كتير لحسن التاني ما يلاقيش لكن كل واحد يوفر في شربه عشان التاني يشرب عشان يعيش كان كل حياة كل واحد فينا وكل طايفة فينا حياة غالية جدا وعايزين نحافظ عليها أخويا لما يتعب ده تعبي أنا أخويا لما عطشان أنا أديله من بتاعتي أنا أبدأ إيه الحرب وحدت بين الناس وشافه يسوع واحد كانوا في الخنادق يسبحوا مع بعض كانوا في الخنادق بيصلوا مع بعض كانوا في الخنادق بيشربوا من النينة واحدة أو من إزازة واحدة شعب عظيم مسابر شعب بيحب الرب فعلا شعب عارف تاريخه شعب بكل إيمان وتواضع بيحبوا بعض وبيخدموا بعض الدعوة دي بقولها دلوقتي إمتى هنتحد إمتى هنتحد ولحنا عشان عندنا رغض وعندنا حياة سهلة ومفيش اضطهادات كل واحد أنا أنا بابني نفسي أنا بابني كنستي أنا بابني طيفتي أنا بابني مؤسستي أنا بابني الكواير بتاعي أحسم الكواير بتاعهم الخدمة بتاعتي أحسم الخدمة بتاعتهم شوفوا هم جايبين مين يخدم في كنايسهم وإنتوا بتجيبوا فلان إزاي تجيبوا فلان ونبتدي على المنافسة مش مشاركة ونبتدي كمان ننتقد بعض على السوشيال ميديا ونحط اسم المسيح في الأرض ما دا يرجعنا لموضوع الدوافع الدوافع كل دعوة لها الدوافع بتاعتها فلو أنا الدافع بتاعي هو الرب وحده ومجده وحده والعظمة كلها ترجع ليه وحده والدفع بتاعي هو حب الناس بوليس الرسول بيقول ان احنا من كتر ما احنا حانين ليكم مش بس كنا عايزين نديكم كلمة الله بس لكن كنا عايزين نديكم أنفسنا ننفق وننفق الزبط من أجل الرب من أجل مجده رب يستجيب فعلا يا إفات لصلاتك والصلات كسرين الوقت دا وقفين قدام الرب بيطلب يا رب وحدنا يا رب خلينا جسد واحد يشبع قلبك في الأرض ويعمل ملكوتك فعلا ويحقق اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه فعلا الوقت مقصر وما أحواجنا ان احنا نكون واحد يعني انتي قلتي الرفاهية او اللي احنا فيها زي ميكون مبارح كنت بكلم معايكي بقولك احنا ايدينا في المياه السقعة احنا مش حاسين الناس دي يعني بجد العالم غير مستحق ليهم والإيمان بالطريقة دي زي الشعب المسابر دا قدام الرب وبيجوا كنيسة وسط الدرب وازاي مسابرين ومنتظرين الرب في بلادهم وسط كل الضلام اللي هما شايفينه حاجة تانية كنت بحكي معايكي فيها مبارح وبتشارك معايكي ان إبليس عايزنا نعيش بندور في الدائرة بتاعتنا عايز كل واحد عايش جوة الدائرة بتاعته أنا وظروفي واحتياجاتي وولادي وممتلكاتي ودائرتي وزي ما كون بستخدم كمان ربنا انه أنا بستخدمك علشان تخدم على كل دوت وانا مش عايز ومصر ان يعيش جوة الدائرة بتاعت دي واطلع منها عايش جوة الام ام بتاعي ده جوة الباكس اللي انا عايش فيه وده ابدا مش ممكن يحقق دعوة الله لحياتك النهاردة مش بس احنا بنسمع إيفات علشان تشاركنا بالخدمة اللي ربنا حطاها عليها لكن النهاردة جايين نقولك أنا وإيفات الرب عنده دعوة على حياتك انت محتاج تنهض وتشوف حياتك رايحة فين قبل ما البخار القليل ده هيزهر قليلا ثم يضمحن إيفات تتكلمين على زيارتك أنا عارفة ان انت روحتي مصر بعد احداث العريش وكانت احداث البطرسية قبلها وزي رب استخدمك في مصر الحقيقة زي ما بقولك يا من ربنا بيبعثنا بنفتكر ان احنا ربنا بيبعثنا عشان نروح نسمع ونشارك وناخد الفيديوهات وقصص الناس ونطلع بيها للحكومات ونطلع بيها للناس اللي تعمل قرارات واحنا كمان ان احنا يعني نبقى فرحانين ونحط الحاجات دي على القرمة وعلى قنوات مسيحية اجنبية وان عالم كله يعرف لكن الحقيقة انا بروح اتعلم من الناس دي انا بروح ايماني بيكبر لما بشوف ناس وسط الالام وسط الالام يمجد والله سابرين سابرين وبيقولولي على المعجزات اللي حصل فيه واحد راجل يعني مش بيعرف يقرأ ولا يكتب لكن بيعرف يقرأ كده تشاش وكان بيقرأ آية وشوف ربنا عمل ايه مع اخوه لما اخوه مات قصص ايه ده الله في وسط الحرب وفي وسط الاتهد وفي وسط الضرب اله يشهد عنه الجميع هنطلع نشوف الفيديو تعالوا نشوف ربنا عمل ايه ونرجع تانين على علي امين خلونا طلعنا من العريش تحت التهديد وبالقتل وكده طلعنا واحنا متضايقين على بيوتنا شفت أنا الناس بتموت قدامي وشفت الحريقة بتولع في البيوت والناس بتندبع في الشوارع أنا محطمة بسبب اللي شفته كتير وهو بفتح الانجيل وبيقول يا رب مصر في ايدك ده بتنصر على نفس الانجيل على الآية اللي في شعياء في صفر أشعياء ضاربا مصر ضاربا فشافيا يعني هو مات وهو بيصلي المصر بيصلي المصر الله يعني احنين عمره ما يجرب البناء ده في قطاقته يعني بيدي مع التجربة المنفذ ما بيديناش في قطاقتنا فوق اللي احنا فيه ده فيه سلام بيدي سلام انت النهاردة مش خايف؟ لا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل بالأحرى خافوا من الذين يهلك الروح طوبة للمطردين من أجل البر لأننا لهم ملكوت السمات احنا لما اتطردنا من العرش ما اتطردتش عشان عندي عمارة ما اتطردتش عشان أنا بيع خضار أنا اتطردت من المسيح عشان أنا مكتوب في البطاقة مسيحي سفر أعمال الرسل كل يوم بينضاف عليه قصة وصفحة جديدة ويقفة قدقي الناس دي إيمانها عظيم بسيط وعظيم الله مش بيبصل لنها درسة وحفظة which is good لكن لو البساطة دي مش موجودة والإيمان البسيط اللي قدي حياتي عشانه مش موجود ده دي الحاجة حقيقية نجاهد ونعرف ونفهم لكن الإيمان الصغير العميق اللي يظهر في وسط الضيق ياما ناس أول ما الضيق ييجي والظروف الصعبة تيجي يبتدوا يقولوا إيه على طول إحنا مش مسيحيين إنكروا إنهم مسيحيين لكن في ناس تقول أنا مسيح من ينكرني أمام الناس إنكروا أمام أبي اللازي في السموات لكن الناس دي لن تنكر حتى للموت حقيقة يفت كل دعوة من الله مؤكدة من الله لها معوقات الدنيا مش هتمشي كده وردية وانتي طبعا بتتفق معايا إن مش كل أفكار جميلة هتيجي لأي واحد تبقى هي دعوة من الله لازم يختبر ويمتحن الأمر دوت زي ما انتي قلت في الأول يمتحنوا قدام روح قدس يمتحنوا بالصلاة مع مشيرين يمتحنوا بالصوم والصلاة والإعايد المستمر قدام الرب يمتحنوا في ضق كلمة الله عشان يتأكد فعلا إن دي الدعوة بتاعته قبل ما يتحرك في أي خطوة لكن أكيد الدعوة المؤكدة إن هي من الله أكيد في معوقات لا يمكن الدنيا هتمشي وردي مش ممكن إبليس هيقف يتفرج يعني على الأقل بصي نقطة تالية مهمة جدا إن أنا اختبر عواطفي ودوافعي أول سؤال هاجي ليه وأنا بعمل كده ليه عشان فلان بيعمل كده أنا أعمل زيه وأبقى زيه ده ممكن غيرانة من فلانة عايزة تقابي فلانة عشان أنا أخذ لنفسي اسم أنا إيه الدافع الحقيقي اللي وراء الحاجة اللي أنا عايزة أعملها والحاجة اللي أنا مستعدة أدي فيها حياتي يا ما ناس بتدي حياتها لشغل والنجاح ويه 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 عشان ينجحوا عشان يسيبوا حاجة لولادهم علشان يعملوا سروة علشان عندهم روح طمع لكن في الخدمة ده كله موجود فمهم جدا إن إحنا نكون فعلا دوافعنا قدام الرب مكشوف يعني الحاجات اللي بتحصل دي إحنا ممكن نروح ممكن نروح في أي حاجة بالطريقة اللي ما عندناش ما هيطلاء فيها ونموت يعني أنا هقولك على حاجة قصة حصلت وقاعية معنا جاكلين رحت مع مجموعة في جبل سنجار وجبل سنجار وانتي وقفة فيه بتبقي قادرة تكشفي تحت شايفة داعش تحت وهم شايفينك فوق فهي كانت مع مجموعة والمجموعة دي كانت بتصلي معاها ومجموعة من كنيسة بتاعتها رحت معاها علشان يعملوا فيلم عن اللي بيحصل والفيلم دي انتشر والناس تبقى عارفة اللي بيحصل وهي وقفة على الجبل هي والمجموعة صغيرة قوي دي هم شافوها من تحت فلما شافوها رحوا بعتوا سواسايد بامر عارفة الشباب الصغير اللي بيبقى مليان القنابل وبيفرق على نفسه طبعا هي لما بيكون في حتة زي كده او أنا بيكون في حتة زي كده مع حوالينا مجموعات الصلاة مش بتبطل لغاية ما يرجعوا يقولوا احنا في امان كانت مجموعات صال عمالة تصلي 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 لما طلع الولد ده الولد ده كان شاب صغير الولد مليان خف الدم ومتكلم وهو دي لذيذ قوي كل الناس عايزة ايه تقرب منه كل الناس عايزة تحضنه كل الناس عايزة يعني تهتم بيه ومرة واحدة وحاجة حصلت في قلب جاكلين الروح كدس يقول لها اهربوا حالا اهربوا حالا هي بتقول لهم يا جماعة حالا دلوقتي تعالوا نجري على العربية تعالوا نجري على العربية وهي بتقول الكلام ده وبتدوا يجروا واحد من الجيش طلع قال لهم اجروا جريوا على العربية وهم شايفين العربية ماشية شافوا الولد ده حرام المسكين فرقع كان ممكن الهدف بتاع إبليس انه يفرقع فيهم كلهم لكن الرب بينقصها لما الرب يودينا ويبعدنا ويبعدنا مكان هو ما سقول بحمايتنا لكن لو احنا ما عندناش الناس اللي بتصلي وجيش الصلاة اللي بيصلي مفيش حاجة تحسن مفيش ضهر واقف بصي الاية دي بحبها قوي الاية دي موجودة في المساوس التانية اصحاح اتنين عدد خمسة وايضا اذا كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يكن يجاهد قانونيا يعني ايه اجاهد قانوني كل حرب ليها قانون والحرب علشان تمشي على القانون بتاعها تاخد النصر وتاخد الاكليل لكن لو انت دخلت الحرب دي وانت مش فاهمة اساس الحرب دي واساس اللعبة خلينا نقولها لانها تقلت على المصارعين لو المصارع ده داخل يصارع واحد وهو مش فاهم اصول اللعبة اولا مش هيعرف ينتصر ولو انتصر هيطلع متجرح ومتبهدل يعني مش فاهم ادواته ايه واسلحته ايه وستراتيجيته ايه مش فاهم حاجة وهتعور الجيش اللي حواليك والمجموع اللي حواليك اللي يا جماعة دي حرب احنا في حرب روحية طبعا حرب روحية جدية مش انا بعمل كده عشان اسمي يجبر انا بعمل كده عشان شفتوا في لان على المنكز ما انا اقدر اعمل كذا انا اقدر اعمل زي واحسن منه كمان انت مدعو دي لو مش مدعو هتتضرب وهتتحارب وساعتها ومش هتؤيد ومش هتؤيد مش هتاخد الكيل طبعا مش هتاخد الانتصار طبعا يا جماعة دي حرب روحية خلينا نسيب الجلال بتاعنا ونسيب انا عايز اعمل عشان يبقى لي اسم انا اقبر اسمي انا كل محافظ على كياني كل ما انا اقبر اقبر في نفسي و اقبر في نفسي وانا اعمل واخد وانا ااخد عشان انا اقبر ده مش فكر الملكوت هتتضرب هتعيش في الطب سنة 2-13 هتتضرب خدوا بالكم من الاية دي يا جماعة ربنا بيكلم ناس النهاردة كلام جدي ادخل الحرب وانت فاهم قوانين الحرب فاهم دوافعك فاهم ازاي تاخد الاكليل فاهم ازاي تنتصر خلينا نكون رجالة حرب ربنا بيدعو رجالة للحرب مش الرجالة يعني واحد رجل واحد ست انا بتكلم رجل في اخلاقك في طباعك في شخصيتك مش بتقلت حد انت راجل واقف في الصغرة انتي ست واقفة في اكبر صغرة تقولي انا صغيرة انا مش متعلمة انا معرفش اعمل حاجة انا ايه اللي عندي شفت واحدة ست واقفة على جبل سنجار عمرها خمسة وسبعين سنة جدة مسكة شوية زلط وشوية حجارة وعمالة اضربهم على داعش اللي تحت اللي جاي يخطف عيالها وقفة تحامي عن بيتها مرأة وقفة تحامي كرجل عارفة جدعون لما الرب دعا كان بيخبط حنطة ويهربها من المدينيين علشان المدينيين كانوا مستوليين على الارض الرب جال وهو بيخبط الحنطة علشان يهربها والرب قال له الرب معك يا جبار البأس فهو رد ان كان الرب معنا لماذا اصبتنا هذه الامور لو فعل الربنا معنا ليه كل ده بيحصل كان رد الرب عليه اذهب بقوتك هذه بالضعف اللي عندك وقف قدام الرب وقال له انه انا الاصغر في بيت ابي وعيلتي هي الزلة في منسة يعني انا انا لا شيء انا معرفش اعمل حاجة انا كل اللي اقدر اعمله ان انا هرب شوية حنطة وطلعهم من وراء المديانيين اللي حاجزين الاكل عن 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 الشعب ده كل اللي انا اقدر اعمله لكن الرب شاف اتجاه قلبه الرب شاف قد ايه حبه لشعبه هو جاي هرب الحنطة لاجل شعبه وتبر هو كان بيعمل ده بطريقة صحة او بطريقة كانت الغلط لكن الرب في وقت الظلمة في وقت ما هو شايف ان كل حاجة صغيرة كل حاجة ليلة انا عيلتي تزل انا ما استهلش انا ما اقدرش لكن الرب بيبص على دوافعك وبيبص على قلبك انا عايزة قبل ما انتهم الحتة دي انت اتكلمتي على استراتيجية ابليس للحرب وانا انا محتاجة اتحرك بجيش للصلاة وما ينفعش ان انا اتحرك لوحدي وخلاص لكن لازم ناس تكون بتقيد ناس روحيين حقيين بيقيدوا اللي انا بتحرك فيه بيقيدوا الرؤية اللي انا واخدها من الرب بل بالعكس بيدعموني ويساعدوني روحيا ويسابورت ويقفوا معايا بكل تشجيع وصلاة ايه العائق التاني اللي ممكن يكون بيعوق الرؤية بتاعتي او الدعوة بتاعتي بصي بوليس الرسول قال على في آية جميلة جدا في كرونسوس الاولى اصحاح 16 عدد 9 بيقول ايه افتكري ان الآية دي محطوطة نقدر نحطها على الشاشة هي في الـ USB لانه قد انفتح لي بابا عظيم فعال ربنا فتح الباب هو رايح المنطقة دي ليه في آفاسوس رايح ليه عشان ربنا فتح له باب ويوجد معاندون كثيرون يعني هو راح لآفاسوس لان ربنا فتح باب وكفيه برضو معاندين المعاندين دي ممكن تكون اشخاص ارواح غيرة ارواح حقد ارواح صغر نفس ارواح ارواح شيطانية طلعة من الارض بتحربوا تحط اعاقات محارباتنا ليست مع دم ولحم لكن بليس بي يستخدم الاشخاص اللي فتحين سكة ليه انه يستخدمهم يكونوا معوق للخدمة ومعوق لعمل الرب خاصة لما بليس بي يبقى متغاز انه شايف انه دي حاجة روحية مية في المية هتهد في مملكته اي واحد بتحارب يبقى مستخدم كل اعوانه سواء الشياطين او البني بالصفت بالصفت يعني يعني بولس الرسول بولس الرسول بيقول ربنا فتح لي باب لكن الناس بتعاند الناس اللي تقف قدامك وتقولك لا مش هيحصل انا مش هديكي الورقة دي انا مش هسمحلك انك تدخلي المنطقة دي الكنيسة دي انت ما تعتبيهاش الكنيسة دي انت ما تروحيهاش لا انت ما تقدريش تتكلمي بالكلام ده في المكان بتاعي ممكن ناس تيجي تقولك ايه الديني اللي عندك الديني الصور او يدخلوا على الويب سايت وياخدوا الصور وياخدوا الحاجات ويقولوا ان دي صورهم كذب الروح كذب يفتكروا ان دخول الحرب ده يا سلام دي غنية قوي دي بتعمل فلوس كتيرة قوي فيروحوا يشوفوا ايه اللي انت عندك اللي انت دفعت فيه ضحيت بحياتك فيه وياخدوه ويتبص تلاقي الحاجات بتاعتك منتشرة في حتة كتير معاندون كثيرون حرامية كتير ناس عايزة المجد الذاتي بتاعها لكن لو كلنا حطنا قدينا في إدبعات وكل واحد مستخدم في حتة انا بفتح الباب بتاع الحتة دي علشان الملكوت يكبر وعشان الصورة تكمل وعشان الحرب كلنا ننتصر في الحرب لكن لو كل واحد باصص على مكان واحد انت مش عارف التمن ان الناس اللي في الفرانت لاينز دي بتدفعوا الناس اللي في مقدمة الحرب في اول الجيش دي ادي حكيت لكم حكاية عن بنتي ويا ما شفنا يا ما شفنا كنت في منطقة فيها حرب وفيها ضرب وكنت واقف اصور اشكر ربنا على الناس الطويلة الراجل بتاع الكاميرا كان طويل وعريض كل اللي انا لقيته لقيته ان هو شال الكاميرا بيد وشالني باليد التانية وقعد يجري ويستخبى في حتة حرب تعب ارهاق ليالي مش بتنامي ليالي عائلتك مش بتنامي قال انا عليك الوقت اللي انتي ممكن تقدي معائلتك بتقدي في الحرب الحرب اللي بيجيلك من كل ناحية الناس اللي في الفرانتلاين زي ما الانجيل بيقول زي ما بولس الرسول بيقول فيه معاندين كتير ما تبصش على المنظر اه دي على التلفزيون اه دي عندها مش عارفة تعرف مين اه ده لا ايه بيعمل انا قدر اعمل كده احسن من كده كمان ايه وعا تقع في الفخ ده انت بتموت نفسك بتخبط نفسك بالخنجر خدوا بالكم هو قال فيه معاندين هيكون فيه معاندين بس تعالوا نختار ان احنا ما نبقاش المعاندين نبقى الناس اللي تقف في دهر بعض ونسن الدهر بعض ونحب بعض واللي عندي يدهولك وقدمهولك انت محتاج ايه في وقت تعبك انت واقف في الفرانتلاين انا وراك انا صندك بحبك بحب عملك نشجع بعض ده فيه ناس بتخف تشجع بعض معاندين كثيرين يس بولس الرسول تعرض لإيه ناس كتير لما تقري الرسائل فلان كان معايا لكنه مشي فلان كان معايا لكن اتكلم علينا وسبب لنا اتعب كتير ده مش بس كده ايه بات معاندين انت من المعاندين دول او ممكن يقللوا من اللي انت بتعمليه واللي واخده من ربنا يعني عندنا نوح مثلا الرب لما قال ويبني الفلك اكيد شبع طريقة كل يوم ياما ناس بتيجي تخفف اه تخفف وتحقر وتقلل من الدعوة اللي ربنا حطاه عليك او قالك انك هتتحرك بالطريقة زيه وبش بس كده يعني ممكن يشوفوك بتتحرك فيبتدوا كل شوية يعني هم وراك هم امتابعينك وكل الهدف انه ابليس يهدك هدف ابليس الوحيد ان يهدك ويهد دعوتك لان دعوتك زي كده وطروح تشارك معهم دعوتك واحلامك عشان تقدر تكمل وتواصل ايبت انا عايز اعرف الوقت ده ايه اللي انت بتتحركي فيه من خلال الارسالية اللي رب دهالك اللي هي رود في ساكسس nothing zero يجي لنا تليفون منهم من الارفورس ويقول لنا احنا عايزين نوصل الحاجات بتاعتكم للاماكن اللي فيها الحرب واللي فيها الضرب وان احنا وانتو توزعوها عالكنيس بتاعتكم وتوزعوها عشان الكنيس بتوزع للفقرة والغلابة والناس اللي هما الموجودين في الخيم دي دول يجي يقولولنا احنا احنا عددنا ست مفار يقولولنا انتو ست مفار الهيئة التعبانة الصغيرين والقليلين دول ايه الفرصة يتعامل معاهم عشان يوصل للحاجة اكتولي يا رب اشكرك اشكرك يا رب واحد من الفلانتيرز اللي كانوا بيملوا الكنتينر الراجل ده كان بيشتغل في العراق اهو امريكاني بيشتغل كان في العراق في الحرب وسط الحرب وكان بيشتغل في الطيارات دي بيملل طيارات دي بأسلحة وبيملل حاجات مدمرة للناس والراجل ده جات له حالة نفسية صعبة جدا من كتر ما هو شايف ايدي دي بتحمل حاجات بتموت الناس فنفسيته تعبت وابتدى ان هو ياخد علاج نفسي وبعدين قال انا عايزت وفالانتير معاكم فجي وبكده يملى الكنتينر زي التراك بحاجات لبسه ولعب اطفال وحاجات هدوم وحاجات تدي حياة وتدي امل الراجل وقف قاعد يعيط ويقول يا رب الادين دي اللي كانت بتحمل اسلحة النهار ده بتحمل حياة بدل ما كنت بحمل موت بحمل حياة قد قلت يعني الاختبار ده اصر فيه ازاي تقوله يا سلام يا رب حتى اللي بيتمدي ايدو بيتبارك ده اكيد اكيد تيجي نشوف الفيديو بتاع الكنتينر ده امين اشتركوا في القناة 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 هناك وبتدى يقول في العراق في دهوك قال احنا عندنا المخزن ده احنا ناخد المخزن ده ونغيره ونعمله ونقلبه عيادة قلتنه ينفع احنا معك اتقلب عيادة والرب استخدم العيادة هم جاهزوك وربنا بعت ناس من مؤسسة كاتوليك قالت انا احنا عايزين ندفع تمن بنا العيادة دي والناس اللي هم اتبرعوا بالكنتينر اسمهم كروس رود من بلد بعيدة خالص يا ربنا يبعت حد من هنا ويبعت حد من هنا يبنوها سوا واحنا علينا احنا نعين الدكتور كل يوم يروح دلوقتي احنا عندنا دكتور يوم واحد في الاسبوع بس نشوفوا ازاي ربنا بيستخدم العيادة من الناتنج لأمور عظيمة خليونا نشوف الفيديو ده كمان ونرجع نبارك الرب مع ايباته على اللي رب بيستخدمها فيه امين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى نفت العيادة دي جاهزة دلوقتي وشغالة وموجودة موجودة فين؟ موجودة في وسط المخيم مخيم اسمه سي جي والمخيم ده فيه 300 عيلة مساحية وفيه ألف عيلة يزيدية والكنيسة بتعاوننا مع الكنيسة الميسودست اللي هناك هم بيشرفوا على العمل وبيشوفوا إيه اللي محتاجينه وبيقولوا لنا وإحنا عندنا العيادة دي شغالة يوم واحد بس دلوقتي في الأسبوع أمين ربي يبعث ناس ويشتغل أكتر من كده وتسدد كل الإحتاجات بتاعت الناس اللي هناك المريضة ورب يبعث الإبادات والأدوية بيسوء العيان بيروح بيتعالج ببلاش وبياخد العلاج بتاعه والأدوية بتاعته أمين يعني ربنا يبعركك يا إبات ويستخدمك ومنصال لي وإحنا من المنبر ده أن كنيس كتير قوي تتفتح وتشوف عمل الرب اللي بيعمله من خلال إبات ويشوفوا احتياجات إخوتهم المشردين والمشتتين في كل أنحاء العالم إبات أنا قبل ما حلقتنا تنتهي أنا عندي سؤالين وأنا نفسي توجهي النهاردة رسالة لكل شخص عنده دعوة بس الدعوة دي ضاعت وسط ظروف الحياة الدعوة دي بهتت وماتت وخلته تراجع اتعرض لحروب من العدو اتعرض للمعوقين للمعاندين تقولي له إيه النهاردة ويعمل إيه وإزاي يرجع مرة تانية يقف على المحراث أمشور أن أنت مش سعيد ومش فرحان لأنك خرقت برة الشيء اللي أنت تولدت عشانه واللي تولدتي عشانه وحس أن لأ أنا مبسوطة كده ومرتاحة كفاية مش ده بكلمني كلام جامد وده بيقف قدامي كفاية اللي حصل لي كفاية اللي حصل لي من الناس اللي ما تعرفش ربنا ومن الناس حتى اللي تعرف ربنا والناس اللي بيقولوا أنه هما مسيحيين اوعى تخلي الفكر ده يأكل دعوتك عارفين الأكل إبليس ده هو الصارق والقاتل فهو بيحط في دماغك الكلام ده وبيكبر لك اللي حصل وبيصغر لك في الدعوة إنت مش شايف الدعوة دي بتأثر في العالم وبتغير العالم إزاي وبتغير في مكانك في السماويات إزاي هل أنت عندك استعداد تفقد حياة أبدية الأرض حياتنا قد إيه عليها هنعيش إيه تسعين سنة بالكتير هنعيش حياة أبدية عشان خطر ده تعبك ولا ده وقعك ولا ده اتكلم عليك ولا ده جرحك أكبر حاجة يسوع الدهاني في العهد الجديد الحياة الأفضل عارفين الحياة الأفضل دي جزء منها إيه؟ أو شيء كبير منها إيه؟ قدرة يسوع على الغفران الدهاني والدهالك اخفر اطلق اللي تعبك اطلب اللي سرقك اطلب اللي وكلته في بيتك وشربته في بيتك وكان بيتك مكان اللي بيبكي فيه وإنت بتحضن فيه ورح خطك خطة في دهرك اعلن سماحك اطلب قوله أنا مش قادرة سمح الناس دي لكن أنت تساعدني الغفران قرار مش إحساس الإحساس هيجي بعد القرار خد القرار أنك تسامح وتقف تحط كده تقف بقوة على خطط إبليس في حياتك أنا مش هسمع لك أنا مش هخضع لك الراحة المزيفة اللي أنا عايش فيها ما تسواش أنا وراء دعوتي أنا الله خلقني لرسالة وهعملها وما فيش حاجة هتوقفني أنا وقفة ضد إبليس ضد أفقاره ضد المعاندين ضد كل أرواح الشر اللي إبليس بعيتها عشان توقفني أنا سبتة أنا في جيش الرب فعال شغال منتصر ارجع تاني أمين أمين لكل شخص عنده دعوة متأكد إنها من الرب بس ما عندوش الإمكانيات عشان ينفذها وتيجي الدعوة دي الأرض الواقع يعمل إيه؟ قلوا أنا مش هعرف أعملها الواحدي زي ما أنا وقفت قدام 40 ألف باوند مطلوبين مني في 21 يوم تروا ما عرفش أعملها وحدي يبعد لك وحد ولا تعرفه والذي يعرفك في الشارع يقول لك وإنت بتعمل إيه؟ قلوا أنا هعمل اللي أنت عايزه معايا بس مش أنا هعمله بإيدي لكن هعمله بإيدك في إيدي الكلمة بتقول نحن عاملونا معا نعملونا مع الله معا إيده في إيدك لو هتأمند على نفسك هتقع وبتدي شارك مع ناس مخلصين محبين لك محبين للدعوة محبين للرب وتكلم معاه وإبني حواليك جيش صلاة للحفاظ على الدعوة وللتوضيح الأمر أوعى تدخل فيها لوحدك مش هتقدر آمين آمين يا إفات بشكرك جدا جدا أنا بشكرك وبشكر قناة الكرمة بشكر قناة الكرمة إنها دي الويندو على العالم إحنا بنعمل عايزين العالم كلهم يعرفه لكن النهاردة قناة الكرمة فتحت الباب عشان شعبنا شعوبنا العربية تعرف وتدرك الدعوة وتقدرها بشكر سامول جدا الداكي الفرصة إنك تصدفيني في البرنامج وبشكرك جدا على استضافتك أنت بتسمعي من الله أنت واحدة بتسمعي من الله عندك روح دميز مليانة بالروح القدس زي ناس كتير موجودين ربنا يبركك يبرك عائلتك يبرك الكرمة يسد كل احتياجات الكرمة يا جماعة عايزة أطلب منكم طلب الكرمة بتوصل في كل بيت في الدول العربية بتوصل في الملاجئ بتوصل في المخيمات اللي إحنا بنروحها وبنسمع شهادات حية عن الكرمة في وسط المخيمات سبورت الكرمة الكرمة محتاجة عددكم الشهر بيكلف أكتر من 330 ألف هيعمل إيه لكن إحنا زي ما بنتكلم ويقولن بالنادي على الناس المؤمنين بالعمل إنهم يقفوا ويسندوا ويساعدوا أمين أمين بشكرك جدا يا إبات بشكرك من أجل الكلام الرائع رب يبركك ويستخدمك في كل مكان في العالم ويوسع تخومك ويديكي كل أحلامك وتحقق دعوتك ويضاعف الرب ويزيد على كل اللي بيعمله معاك ويكون في حياتك ويكون كل يوم فيه اختبار بتسمعيه لمجد الرب والرب يتعظم ويتمجد ويمتد ملكوته في كل الأرض أمين بإسمي يسوع أحب أنا في نهاية الحلقة اللي بحب أشكركم جدا على متابعتكم وعايز أسيب معاك كلمة أخيرة ارجع تاني وقف على المحراث ولا تنظر إلى الوراء تعالى وقسلك في الدعوة اللي أنت دعيت لها تعالى وقسلك في دعوتك وقوعة تتخلى عن حلمك وعن رؤيتك وعن دعوتك اللي الرب ادهي لك قرر النهاردة وأنا هاختم بكلمة إيفت اللي دايما بتقولها أنت عليك القرار الاختيار وهو عليه التغيير أشكركم جدا وإلى اللقاء ثبتنا يا إليه في الكلمة باركنا أنت يا رب النعم إيه جعلنا أغصاناً مثلرة في الكرمة في الكرمة نحمل الرجال وحب السماء فكلنا شركاء في الكرمة في الكرمة نرفع الصلاة لمليك العلاب فورط الحرام الكرمة الكرمة الكرمة